بينما يقضي البعض عيد العطحة المبارك بين أهله وذوية هناك الكثير من الموظفين على رأس عملهم في عطلة العيدة وذلك لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد في تقرير الزميلة هويد الشرقي في كل مناسبة دينية أو وطنية نجد الكثير من الجنود المجهولين الذين يرابطون في مقار أعمالهم ليلا ونهارا في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي فخير أولئك الجنود هم رجال الجيش في مواقع الشرف والبطولة فكل الشكر والتقدير لهم وأيضا من الجنود المجهولين نجد هنا في المستشفيات الكثير من الممرضين والأطباء تركوا فرحة العيد مع ذويهم وأقرانهم من أجل خدمة المرضى الشعور كأني في البيت هذا يعتبر بيتي الثاني وثاني شيء نحن يعني ما نحسس المرضى أو حد أبحاجة بأنه ما يكون مثلا حد من الإدارية متواجد في المستشفى لا حتى يشعرون براحة أيضا وإذا عندهم شيئيون ونحن بعد ما نحسسهم بهذا الشيء ونحن في خدمتهم في خدمة الوطن وفي النهاية هذه المرضى وإحنا عارفين أن مهلة الطب دايما يعني ممكن نحن ننزل الدوائم بتاعنا في العطلات الرسمية والوقع بتاعنا بيحتم علينا نحن نشتغل في الأيام دي لأن من الحيراء المرضى فالحمد لله يعني أنا عادي دواقب لازم نؤديه ونأخذ بنا من المرضى ليس في المستشفيات فقط فهنا لم تختلف الصورة في مؤسسة الشارقة للإعلام فهناك الكثير من الإعلاميين نجدهم في المناسبات والعطل الرسمية يباشرون أعمالهم من أجل سعادة الآخرين مؤكدين بأنه واجب وطني لا يمكنهم أن يتغافلوا عنه حتى وإن ابتعدوا عن أسرهم طبعا هو شعور فخر واعتزاز شعور وطني جميل نحن نقدم خدمة الوطن هذا واجب وطني وشرعي في نفس الوقت فكلنا جنود لهذا الوطن الغالي طبعا جميل جدا بحس أننا في وسط الزملائي بنشتغل كلنا عشان نطلع مادة محترمة للمشاهد يتابع آخر الأحداث خاصة في العيد اللي معظم الناس بيكون فيه أجازات لكن احنا دايما العمل الإعلامي أو الوظيفة الإعلامي أنه دايما بيكون في الوقت اللي الناس كلها فيه أجازات بنكون إحنا اللي بنشتغل عشان نقدم شيء كويس ومبادرة من هذه الهيئات والمؤسسات لإدخال الفرح على قلوب موظفيها المناوبين في عيد الأضحى المبارك قامت بتوزيع بعض الهدايا تقديرا منهم لما يقومون به من مهام حيوية خلال المناسبات والعطل الرسمية وعيدي الأضحى المبارك وعيد الفطر السعيد شكرا لمن قضاه عطلة عيد الأضحى المبارك في مقر عمله شكرا لحماة الوطن الذين فضلوا خدمة الوطن على فرحة العيد مع ذويهم لأخبار الدار قوي